هل شهيد المبطون أو المطعون والغريق شهيد دنيا وآخرة أم شهيد معركة شهيد آخر أخواني في الله الشهداء كثر وقد كتب الصيوطي كتابا سما أبواب السعادة في أسباب الشهادة فذكر الأحاديث وجمعها ورتبها بالتسلسل وذكر الروايات وأحال إلى كتب لغاية الآن غير مطبوعة رحمه الله موسوعا فالشهداء كثر أنواعهم لكن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن فهذا شهيد المعركة أما شهيد المبطون وشهيد من وقع عليه الردم فهذا يغسل ويكفن ويصل عليه فرض كفاية أما شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصل عليه استحبابا لا وجوبا فمنهم من يسمي ذاك الشخص الذي لا يغسل ولا يكفن يقال عنه شهيد دنيا وآخرة ومنهم من يسمي شهيد المبطون هذا شهيد آخرة لكنه نعامله معاملة يعني عامة المسلمين على كل حال لا إشكال في المصطرحات والتسويات المهم أن هذا هو التفريق بينهما اشتركوا في القناة